استفاقت كفر قاسم على جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها طفلة تدعى سهان مسراتي في العشرة من عمرها وشابة تدعى مي مسراتي في التاسعة والعشرين من عمرها فيما أصيب آخرون بينهم أطفال بجراح حرجة بعدما اقتحم مجرمون منزل الضحايا متنكرين بزي عناصر من الشرطة وأطلقوا النار على كل من فيه كفر قاسم فعلا استفاقت على واقع مرير وأليم محزن جدا والمحزن في هذه القضية ليست فقط عملية القتل إنما الطريقة الطريقة كانت طريقة بشعة الطريقة كانت طريقة غير مكبولة أساس القضية هي خارج كفر قاسم وهذا نحن لازم نحطه بالموضوع يعني القتل والمرحمين كسم اللي هم هي قضية تابعة ليست لكفر قاسم وليست في ظروف الموجودة فيها كفر قاسم رحمهم الله ونسأل الله نغير الحال هذا وأدانت بلدية كفر قاسم بشدة الجريمة النكراء فيما أعرب رئيس بلدية كفر قاسم هيثم طاها عن استيائه الشديد مما وصفه بالإجرام الذي وصل إلى مستويات جديدة جراء تقاعس الشرطة عن اجتفاث هذه الظاهرة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء من جذورها وجعلت الإنسان يفقد حتى الأمان في منزله اليوم كفر قاسم استفقت على جريمة نكراء هذه الجريمة تعدت فيها كل الخطوط الحمراء للأسف الشديد أصبح المواطن غير آمن في بيته يعني إحنا إذا كنا نعاني من الجريمة في الشارع في محلات اليوم جوا البيت ارتكبت الجريمة بحق طفلي في العاشرة أخذت رصاصة في رأسها يعني وصلنا إحنا لدرجة لا تطاق وفيها تعدي لكل الخطوط الحمراء وفيها كمان يعني تعدي لأدنى الأخلاقيات للأسف الشديد اليوم وصلنا الطب في الجريمة يعني من هنا وين الروح أنا مش عارفين يعني الله يستر في النهاية المسؤول عن أمن وأمان المواطن في دولة إسرائيل هي الشرطة في النهاية أي حدث من هالنوع الفشل هو فشل الشرطة جدير بالذكر أن معلومات أشارت إلى أن هذه الجريمة مرتبطة بجريمة تفجير المركبة في الرمل والتي وقعت قبل أكثر من شهر وأن الأمر يعود إلى خلاف بين عائلتين في المنطقة